السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد علي عبدالله الصلاة وأتم التسليم أدعمونا بالشيرة جماعة بالملصعد أول حاجة التعازي الحار في استشهاد اسماعيل هنية ده أول حاجة نحن كشعب سوداني داعم للغضية الفلسطينية بغض النظر على ما يحصل لنا وإحنا الآن بنعاني لكن إذا سرنا شديد جدا جدا باستشهاد اسماعيل هنية له الرحمة والمغفرة وربنا إن شاء الله يقبله شهيد طبعا قبل ما نمشي للحاصل في جبيت نرجع لي قبلية بيوم كان في شنو الحاصل الرسالة كانت شنو قبلية بيوم كان في وزير الخارجية حقنا المكلف حسين في إيران لافتتاح السفارة السودانية في إيران افتتاح السودانية في إيران وفي الإفتتاح ذا سألوه عن رد السودان فأدونا الكلام كله في طنوير صحفي وقبل ما يطلع هنا قالوا هنا الرسالة كانت موجهة من إيران الرسالة كانت موجهة من إيران بشنو بالرفض احتمال حزبوا لهم الرفض دخلوا لهم في حاجة كده كويسة لكن كان رد غاسي جدا جدا للناس التي تفهم وبتقرى مضامين الخطابات ما بتقرى الحروف البر بتقرى الحروف الجوة كان رد غاسي جدا 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 رد غاسي جدا جدا وأنا في احتغادي وتغديري أنه الليلة الحصل دا ما شوف تربط طوالي أربط طوالي أربط أربط بأمريكا أربط بإسرائيل أربط بالناس ذا كلها أربط بالمخابرات العالمية كل الناس دي بيخططوا لحاجة واحدة دمارنا دمار حاجة ممانعة ومقاومة دمار حقي وحقي فالحاجة الحصلة دي رد للخارجية اللمس رد للخارجية اللمس دا رد عشان تفهم رد بشنو تاخدو بخطين أننا إحنا إدتوا لما قلتوا لينا نجي نقعد معاكم وإحنا رفضنا أنه وإنت رفضت قابلنا في برسودان أنه البلد بتاعتك ما آمنة والدليل هدو اختيال الرئيس دا ممكن يكون رد ممكن يكون رد كده اي دا اختيال الرئيس معناة البلد ما آمنة في ناس بتقرأ كده دي رسالة لكن الرسالة اللهم التوغيط بتاع اختيال هنية والتوغيط بتاع اختيال فؤاد والتوغيط بتاع اختيال البرهان مستحيل ما يكونوا في رابط بيناتنا التلاتة ما تقول لي الجنجويد ولا الجنجويد دا ما بعرفه غير ما بعرفك فلسستة الجنجويد ما بعرفك فلسستة بانطلونو الجنجويد ما فكر ممكن تجيب عدم المؤخص حمار تزالوا يجاوب ويركز معك لكن الجنجويد أسوء من الحمار في التفكير الجنجويد عبارة عن هذا بيستخدموها عندها مدة بتاع الصلاحية مدة تجاد بتاع الصلاحية انتهت بيرموها الشغل التم الليلة دا ما تخطيط من هنا أنا ديكليار بطلق حاجة مهمة جدا جدا احتمال في ناس بتسأل كيف الطيران دا بوصل جابيت البرهان قبل اليوم ما جا جابيت جا جابيت حصل حاجة ما حصل حاجة جا مرة مرتين وطلع ووقف وخطب ويتكلم وبين جنود وكان في شاجة معه كان ما في حاجة الجديد كنو أنا ديك الجديد أدونا شير أدونا شير عشان أنا ديك الجديد ليه الآن ديك الجبيد في مشكلة أنا ديك الجديد أول حاجة عندنا جنود وضباط انسحبوا من الجنين ليهم سنة وحاجة الناس زي اللي قاعدين وين قاعدين في تشاد تشاد ديشنو يا هل الشر يا هل محور بتاع الشر الناس زي اللي قاعدين ليهم سنة وحاجة رحلهم جابوهم وين جابوهم جابيت أنا كمزول من تأمين ولاية البحر أو تأمين أو تأمين الغايد العام مستحيل أخلي لو جاي غايد عام أدخل الناس دي دعونا أدوهم معسكر خاص بعيد عن اللنظار بعيد عن أي حاجة بعيد عن أي زيارات بعيد عن أي معلومات لأنه ناس جايين لك من ناس عملة من محور بتاع عمالة من محور أنا حاجوك ملايكة هو الناس القاعدين معاك والبياكل ويشربوا معاك خانوك ما بالك ناس من قاعدهم في تشاد حاجوك ملايكة إن تجيبهم ترميهم في جبايت تخدتهم في جبايت أكيد حتتضرب جبايت وحتتتحرق جبايت وحتقوم الغيامة في جبايت ليه؟ لأنه مافي مافي وعي وعي عسكري كده مافي دارس عسكري شهادتك اتدربتك اتخرجت دبابيرك في كتفك لكن وعيك صفر هذه الحقيقة مستحيل أن أكون خازوك أكبر لي ناس ياخناسك المعاك البياكل ويشربوا معاك في وحدة وحدة خانوك تجيب لك ناس قاعدين في تشاد سنة ونصف خدتهم والغايد العام يجي يزور جبايت دا اختراق غامني وعدموعي ومفروض البرهان هنا يحاسب الناس كلها الناس العام ولو العملية دي كله ونتحاسب لأنه جبايت دي البرهان دا زارة مئة مرة ما حصل لكلام زيد السلام النازل قاعدين هناك جوم انتشاد جوم انتشاد تتصور جوم انتشاد وقاعدين سنة في تشاد بغض النظر عن منه ولا منه وبغض النظر عن نزاهتهم وأخلاقهم وبغض النظر عن حاجات كثيرة نحن ما عندنا سغة في أي بني آدم أي بني آدم ما عندنا في سغة لأن الشغل دا بدون إحداثيات وبدون تصحيح ما بيتيب الشغل دا مسافات بعيدة بدون تصحيح مباشر ما بيتيب لأن الدرون الفقودي الانتحاري بعد ما تحصل مدى محدد بتفقد أربعين كيلومتر بعدها بيوجهه توجيه بإحداثيات محدد دقيقة دغري كده لو ما في ناس رسلت ما في مسير ابتاجيه كلام دا واضح عشان ما يقول لك اللف والدورات عشان ما يلفوا لك ويدوروا في غلط في غلط في اختراق أمن كبير جدا 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 عملوا بيشنو بأنه الجنود الجومين تشاد ديل ودوهم جبيت ودوهم جبيت الآن كل الجنود الجومين تشاد كلهم تلفوناتهم كلهم حاجاتهم تفتيش عام مراجعة تلفونات مراجعة رسال مراجعة هي حاجة وده الصحيح مفروض يحصل لأنه الشغل دا وباكده برهام مشي بيت وبتجوله وموره طيبة وبين ناسه ويهتف ويهتف وتكلم وقعد ما أشوف نحايا خسما بالله العظيم يا جماعة أنا الكلام اللي بقوله لك ده احتمال أقوله لك بالتعزول واحد رفع واحد من أولاد المناطق الهناك المنطقة ذات احتمال يكون مدرس ولا دخل مدرسة ولا درس كلية حربية ولا عنده علاقة لكن سوداني بيفهم بخط عارفة الحاصل قال لينا نحن أول برهان نجي هنا والله العظيم أنا بقول لك المعلومة دي والله من هنا من المواطنين هناك ومحترضين ومشوا احترضوا هناك وقال لون الناس ذلك ما يجونا في السوق تكلمون عديد قال لون الناس الجو من انتشاد ديل ما نشوفون هنا ديل خطر ديل خطر عديد الناس هذا الإنسان الإنسان السوي الماء عسكري الإنسان العديل المادارس ولا داخل كلية حربية ولا عنده علاقة بالعسكر ولا عنده علاقة بأي حاجة خط الكلام ده ما بالك انت عسكر انت على استخبارات وضابط انت على استخبارات وماسك لك ما حد بتعجبه ده ردبة كبيرة كونك تقع في غلصة ده مفروض طوالي تحقيق لانك لست عبتت عامل بالطيبة لانك لست قاعد ما عارف الناس انك بتدفع في تمن بتاع الخيانة وبتاع العمالة مفروض الغايد او المدير بتاع ما حاجة بيت الصالح العام فورا ويتحاسب التامين بتاع الاستخبارات الصالح العام ويتحاسب الآن فورا ده وطن اكبر من نون واكبر من اي زون في اختراق أمني لأنه يا جماعة القصة مع برهان برهان ده الآن ما بمسئل نفسه الآن برهان لو حصل لك ده لغضر الله احنا بقول لك الشغل ده تفكيق بلد مقصودة بين نسبة أليف فشلوا عسكريا فشلوا انه يسحبوه لسيويسرة وكتب لهم الشعبي لا خلاص عرفوا انه تاني ما خلاص دارين اخر حاجة عندهم شنو اختيالات ليه اختيال البرهان كل ذول عارفة ما في ذول ما عارفة ما في ذول ما عارفة أمس ليه قبل الغرار ده ما حصلت لأنه كان لسه عنده ونمال النوافق وأنه قلوا انا بمشي سويسرة وانا بجي اقعد معكم وانا بسويكم وانا 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 في النهاية لما انطلع الخطاب وخلاص عرفه خلاص عرفه الخطة اللي هي أنه ينتهو منه هيحصل شنو هيحصل زعزع في الأمن الأم السوداني دي الحقيقة آية البرهان بنى آدم سوداني وإي حاجة وعندنا الضباط لكن ده الآن بيمثل قيادة الدولة حتى لو في التغيير دار يحصل لازم التغيير يحصل سلس لازم التغيير يحصل سلس لو لا غدر الله كان البشير قبل ما اتنحى حصل اختيال كانت الغيامة قامت وكانت الدنيا دي ولعت كل وكان السودان دي ولعت على بقرة ففي غيادات الجماعة في حاجات الناس لكون عارفاها أنه لما نحصل تغيير سلس أفضل للسودان من أي تغيير يعمل من خاصة في فوق وفي فترة زيدي بالذات وفي وقت حرز زيدي بالذات الآن احنا ماشيين في محور بتعممانع بتعرف العبودية محور بتاع ممانع رسمي شعبي بيقين دولة الآن ماذا يرين إلا والناس زيدي ما عايبون خلاص ما عندهم حاجة إلا البرهان نرجع نعيب على البرهان حاجة واحدة أنت البرهان حسب المعلومات الطالعة والناس زيدي نبهو والناس زيدي قال لك ساعتك احتمال يحصل استهداف واحتمال أنت أصررت لبس لبس المعركة وشدة سلاحة ده شنو يعني رجالة دي ما رجالة والله العظيم ما رجالة ولا وطنين أنا ما دي ما بحسب دي ما لا رجالة لا وطنين ده أكبر غلط منك زيدي ذاتك مفروض تتحاسب عليه لأن كنت كده بتضيع عمنا القوم السوداني بتدخل في نفع مظلم لو التصرفات دي بتخصك انت براك أعمل الدائر لكن انت الآن معلق بك 48 مليون سوداني معلق بك جيش قومي من عمره 100 سنة معلق حالجات كثيرة كونك انت تلبس للسخامسة وشاء السلاحة وانا عارف دي ما رجالة ولا فلاحة ولا بنصف يقليل ده أكبر غلط انت افتكرتم لأنك كنت حتضيع المرهان وادخلان ولا قاصدين عائلتك ولا قاصدين أسرتك قاصدين السودان باستهدفوك عشان السودان عشان كليتك الحربية عشان مؤسستك العسكري مفروض أمنك الغوم يكون مرتبط بأمنا مواطنة من الكلية الحربية أمن تتأمن غصبا عنك ما تطلع إلا كده مفروض الآن الأمن حقك 24 ساعة ليه لأنه يتبع بالنسبة لغنة عقبها الآن عقبها الآن السودان حاولوا القبلية حاولوا يدمروا بالجهوية حاولوا انشروا العنصرية حاولوا الفتنة والطلس والنفاق ما في حاجة مشت في النهاية حتى وزارة الخارجية لأول مرة في التاريخ تتعلل بالشعب أنه الشعب لن يقبل الشعب لن يقبل جيب ليك خارجية في العالم كتبت الشعب لن يقبل الجملة دي ما تلقاها إلا الآن الجملة دي حارة بالنسبة للمجتمع الدولي مجرد من حاكم يدخل الشعوب معناته هو كذبان وهون خسراني معناته هو كذبان وهون خسراني خطاب بتاع خارجية اتكتب فيه الشعب لن يقبل دي تاني فيشنو أجمل من الدمور دي ما يا هذا الشعب يحكم نفسه دي ما الغرار غرار الشعب الآن رجع الغرار للشعب فيشنو تاني النازل ما عندهم حاجة يبكو على إلا الفتنة والفتنة فيهنه اغتيالك انت اغتيال نائبك اغتيال نائبك اغتيال نائبك الثالث اغتيال كل الاحتمال كل الاحتمالات مات مستحيل اغتيال نائبك اغتيال نائبك عشان السودان يفضل عشان المؤسس العسكرية تفضل القصة ما الرجالة لو عليك انتهي نطلع كاتد ما عندنا مشكلة لكن علي وطن وطن بيضيع وانت عارف الحاصل لانك كنت ما رتبت البيت الداخل لترتيب سليم لانك كنت ما عملت اي حاجة للسودان غرارات كده لقدام حتى لو حصل ما حصل البيت الداخل كان مفروض يكون مرتب الان احنا لا مرتبين ولا عارفين ولا فهمين حاجة ولا فهمين حاجة عشان كده الناس الحوالينك الشغل كله كله لازم يتراجع والهم من ده كله هيئة العمليات ارجاع ضباط هيئة العمليات عشان يقدروا يوقفوا لك المهازين عشان يقدروا امنوك امنوا البلد عشان يقدروا يحاربوا الناس اللي بيتدمر في البلد من برة ومن جوة عشان يكون عندهم حرية التصرف رجع الضباط بتعن هيئة العمليات ورجع الغانون حقهم ما في الورق فعليا خلوه نشتغله الآن الطيران المسير زايد ليه؟ لانه الامن الداخلي هاش فيها شاشة في الامن الداخلي فيها شاشة في الاستخبارات العسكرية للأسف دي الحقيقة الآن احنا 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 وطن اكبر من اي حاجة المصطلحات دين سيناها احنا كشعوب او كشعب سوداني اتجاوزناها وعرفنا ليه جابوها لنا وليه فرقوها بينا وليه خلونا كل زول يقول كلمة عرفنا الحاصلة الآن احنا وعينا عارفينهم بيقول لنا ده كده وده كده وده كده ليه عشان نشتت نتفرق عشان يسهل اكلنا وبيعنا واي حاجة عمله فينا عشان كده الآن رجع ضباط هيئة العمليات ورجع افراط هيئة العمليات بكامل الصلاحية ما في الورق في الفعل في الميداد وديه ونشوف بعينك الفريق شوف انت بعد ما ترجعون شوف الفريق اطلق يدهم خلوني حاربوا العملة خلوني حاربوا الوسح ديلك بعرفوا بعرفوا من وين بعرفوا يجيبوا بتين بعرفوا بعرفوا اي حاجة انت قاعد حادش ما في فايدة لأن انت لو حصل لك حاجة السودان انتهى مش انك انت عظيم وما في غيرك لأن البيت الداخلي ممرت البيت الداخلي ممرت ما في ترتيب ما في اي حاجة للبيت الداخلي عشان كده السودان بنهار ودي الحقيقة يعني اي حاجة تحصل لهم والنسبة انت السودان ضاع لأنه ما في عشان كده رجع حيات العمليات خليها تأمن البيت الداخلي خليها تأمن البيت الداخلي همورهان قبل فوات الأوان اتنين روسيا الآن انت بتحارب ما بتحارب في جنجويدي ما بتحارب في زول مصقر زول مقمل زول واسخام مقرد ما بتحارب في وظيفان الآن انت بتحارب في مخابرات عالمية طالما في في زمن حصلت في الضربة ديك وفي استشهاد هانية وفي استشهاد هانية واستشهاد فوات في لبنان معناتها في شغل مخابرات عالمية الآن الحارب تحولت لكن انت بذات من داخلي بيقتلك خارجي التخطيط خارجي والكل حاجة والهدف حاجة واحدة أنك انت يهددوك يقتلوك يسوي فيك أي حاجة الآن انت بتعمل شروع بتركب الطيارة والليلة تكون بايت في روسيا لو ما عيب وما بتشوف الاستجلال خاصة بالله ما في عزور يخليك تقعد ما في عزور يخليك تقعد خلص لأنك تأيق وعاد لك بتضيق الخناق عليك وعلينا بتضيق الخناق عليك وعلينا ان احنا كشعب سودان دي ما دائرة كلام وما دائرة خطف رنانة ولا دائرة كوراك ودائرة أفعال أردوغان بعض ما حصل للمشهد داك اللي كانوا دارين طوالي غير رتب زبط بشال حاكم طوالي لأنه دي ما بتحتمل مع ليش وما قاصد في خل الأمن كبير الأمن الحوالينك مكتبك الغرار بتاع انت ماشي جبت من السودان العارس ما في سودان احنا اتفاجعنا الناس كانت بتتابع في صفحات خل الخيابة داك قال البرهان في مصر البرهان في مصر وقاعدوا دخلوا الجلسة اللولة وخلاص الحرب وقفا ما في سودانك انا عارف طلع من وين الخبر انك اتهناك ازال ناسك معاك ازال مكتبك ازال القحاطة المشهدين ونتا ازال القحاطة المتواصلين مع القحاطة البدوا معلومات مكتبك كلها لبرا ازال الناس دارين يدمروك معاك في مكتبك وانت ما عارف ودي الحقيقة برهان قسم بالله العلي العظيم قسم بالله العلي العظيم دارين يدمروك ودارين يفتنوك دارين يدمروك ودارين يفتنوك ودي الحقيقة نحن نقول لك الكلام الصح لأكيد انت متصدي لحد ما تجعل فاس في الرأس لحد ما تجعل فاس في الرأس الآن انت طوال تغير خلاص ما تسيق خايف على وطنك خايف على مؤسستك ما تسيق في بنادة ما تسيق في زول معاك في المكتب خلاص المكتب لانه المعلومة طلعت من جوه طلعت من جوه المعلومة وعندك ناس قاعدين في جبان جايبهم منتشات يعني شغل مرتب عشان كده رجع ضباط هيئة العمليات قد يون طوالي فورا طوالي من الليلة يبدو دي ما دار لا لفظه وراء مهما عملت ومهما سويت ومهما دخلت ومهما بتقدر تخرج ولا بتقدر تجيب ضباط بتاعين أم زي الضباط اللي تدربوا زمان بتاعين هيئة العمليات لأنه ديلك تدربوا سنوات عدد وعارفين بيعملوا شنو وعارفين بدوسوا تشاد وين وعارفين بدوسوا الدولة وين وعارفين بدوسوا أي دولة وين لو دارين عملوا أي حي بيعملوا ويتعارف الكلام ده الناس زي المعروفين التحارس شنو ما في عزور يا برهان ما تقول التعايل الإسلامي الشعبي عمر قصة لا ما عندنا مشكلة الآن الإسلامي بكاتل معنا ما مختلف معه نهاية أختلف مع أي زول ما أوقف معنا وما قال جيشون واحد شعب واحد لكن أي زول قال جيشون واحد شعب واحد أنا بسخ فيه أسخ فيه إتزالتك أسخ فيه النازل بيقدم أرواح ونسخ في الميدان ما يقول لك لا والله ما ابن كاتل وكانوا يمشي يكاتلوا مع ذاك ما يقول أن ننتغم لكن الناس عندها وعي وفاهمة وناس عندها أخلاق وعندها شرف وناس مرب يا أولاد حلال دل ما زي أولاد الحرامة جنجوي دل أنت كنت أخذتهم معك دل أولاد حلال دل ما قلل ما للحلال دل بيكاتلوا الآن وبيستشهدوا في الميدان قدام هناك ويتشايف وعارفوا واسق رجع الضباط ورجع الجنود وخلوني دوروا في العمل دل وما عندك علاقة تاني بدون نيابة وهم يعرفوا البلد دي بتنظر وبعرفوا البلد دي بتنوم الساعة كم تاني وبتعرف تاني في مسيره وفي عميله وفي عميله والله ما تلقى والله العظيم ما تلقى والله ما تلقى برهان الشغل ده اللي انت سائبه ده ده بيدك انت العامل انت انت بتعمل في الخامجات انت العامل وانت وصلتنا الحتة دي وانت خليت البلد بدون اي حاجة الان قاعدة كل الناس عملة العمالة بيقت مهنة العمالة بيقت حرفة العمالة بيقت ناس بيأكلوا منا وبيفطروا منا وبيتغدوا منا العمالة بيقت في كل بيت العمالة في كل شارع العمالة في الحكومة العمالة في الجيش العمالة في كل حاجة فيه الحلل 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 لازم العميل كم عميل كله في المناطق كلهم فوري فوري طيقة في الراس قدام الناس طلقتوا في الرأس واتفنوا في أي حفرة والموضوع خدص قسم بالله العظيم تقيف العمالة في السودان لكن واحد جنجويدي بيقبضوه بيدخلوه الحامية بتاعتنينا الضبيب بيجي ضابط بيقبض قروش بيطلعوه انت دايرة تقيف كيف كيف تقيف انت دايرة ما حير قيف عميل يدخل وبيسلاحه قبضوه لا يدخل اي ضابط يقبضوه خدها في جابه ويطلعوه ده أكيد ما بيقيف حيمشي اشتغل عميل ويقبض اكبر وبعدين يدفع منهم عشان الضابة تطلعوه عشان كده يا برهان رتب البيت الداخلي رتب البيت الداخلي الرسالة دي واضحة واضحة بالنسبة ليك الآن انت ما في امن وامان ولا عندك لانه حوالينك خوانا نظف نفسك ونظف الحوالينك ومش روسيا تم الشغل بتاع روسيا وتعالى السودان ده بيجي الناس زي الخلاص عجزوا ما عنده الحاجة يا اخي يا اخي انا ما لاقاني قحاطي بامانة يعني انا شفت القحاط والوسح وشفته لكن اقبض من الاسم خال الخيابة ده انا ما شفت قال من الصباح طبعا ما نحن فرحانين ده احبط الناس قاتب له بوسر برهان في مصر وقوناه قاعد ودخلوا يا خداء يا خداء اقبى بني قادر فالله خلوه بعد شوية مشه مسح البوسر عشان هو ديك الاعلامة ما عنده الحاجة الناس زي الكبله لو برهان ده قال باسم الله الرحمن الرحيم فقيت جهاز الامر رجع الضباط رجع الجنود الدهم كامل الصلاحية قاعد في كورسدة والله البلد تنظف البلد تنظف البلد ما دائره الآن وقفه وفرج يا برهان ربنا الليلة نجى السودان ما بقول نجى البرهان الليلة ربنا سبحانه وتعالى كاتب لئنا تاني جولة ربنا نجعنا ودانا فرصة اننا نمشي لك الده الليلة بيفشل المحاولة بتحت اختيال الغايد وغسوا بالله ربنا نجى السودان ربنا نجى السودان لانه ما مستهدف البرهان في شخصيته مستهدف السودان لانه محور الشرداء لا في حوالينا كده يمشي بيهين يسوق ده ويخطط في النهاية الهدف بتاعه دارين يدمره كل ذول من الجوار عنده حجم الدنالي الجانة دي هم داك اللي سيوبه يدخلوا وباسه هنا ايضا موعود باعراضي زرعية موعود بحاجات البيهناك التشادي موعود كل ذول عنده حاجة في الدولة من السودان يعني الشغلة بيقاتلون كده بس كده رجالة يجب أن نتوحد نتوحد مع كل هناك سودان جشون 1000 منهم نسيق نسيق في بعض الناس الجوها زي ما نحن الآن نسيق في كل الناس من بالمناوي بالنسبة لنا خط لانه جَبْرِيل بالنسبة لانه خط احمد مالك عه العخت بحضاع الناس نسيق في كل الناس برهان وسيح صدرك وسيخ في كل الناس ما يقول شوك ويقول لك ده بيعمل لك رجع حياة العمليات خليها تنظف الوسخ المعاك ده رجع النازل خليها تنظف الوسخ الحوالينك ده حوالينك كله وسخ كله ناس معفينة ناس ما عندها شرف كلهم حرامية رجع النازل خلي البلد طعبه قدر ما تداخر في الغرارات البلد بغره النازل العانى للمسيرات ده ما طبيعية النازل ما اخذ دورات طلع قبا كده الدعم سريع في فيديو من السعودية عشان ما يزعل داك نزل في صفحة دا هنا داك طلع احتزر وقال لنا قلت لك إنت ما كنت تردليه طالما صحفي وما قدر الكلام ما تكتبه عبد الحميل ولا منو إنت ما قدر الكلام ما تكتب قلت تردليه تديه الفيديو تلصقه له أدي الفيديو بتاعة جنجاويد وهون هناك قالوا احنا خرجونا من دورة بتاعة مسيرات بالسان قلت تلصقه له دا ما بيحتزروا له تلصقه له تلصقه له تخطه له في صفحة قل لديل قالوا بالسان وما احنا ماشينا بهتانا فيه ما كيضب ولا حقيقة حقيقة لأنه الناس الليس يضربوا مسيرات داك ما ناس جنجويد داك داك ناس درسوه وناس يتخرجوا من دورات بتاعة مسيرات وناس من وين يتخرجوا من دورات بتاعة مسيرات من وين بيجوا ودي الحقيقة انت لما تكتب حاجة ما عندك حاجة ما تكتبها تحتزر اللي منوه دار تحتزر اللي منوه اللي منوه تحتزر خليوا احترفوا بك انك انت عندك جيش قبل ما تحتزر قل ليه خلي وخلي غياتك تحترف انه الجيش دا يأهول صاحبه ما بيحترفوا قل ليه دينا جيشنا نحنا عشان يجي حارب لينا خلينا من احنا عندنا حارب وعندنا عراض عندنا شرف قدونا جيشنا خلونا من اللف والدوران والخوف ما في تاني خوف احنا كالشعوب سودانية بنقعد يسوقونا وبينسررنا خطاب ونقعد نعمل نفسنا بتخافوا من شنو طالما انتو صحفيين وبتخافوا ما تكتبو هايزوا البخاء ياتواجه دي معركة بتاعة وطن فيها كل الدول اللي حوالينا كل الدول اللي حوالينا ضدنا لماذا دارتنا ثلاثة السلاح القبضنا مكتوب فيه وسيم دولتهم السلاح القبضنا في بداية مكتوب فيه سيم دولتهم جيبنا بعين نشوفنا وموجود الفيديو هذا الناس تكون عارفة الآن فيه مسيرات في الشغل بتاع مسيرات تقيل جدا جدا ده ليه؟ لانه مدينهم جيشنا قاعد في المعسكرات وبموت جوه المعسكرات بموت بأمر الغيانة الآن جيشنا كل يوم اثنين ثلاثة بمسيرات ليه؟ أمر الغيادة بس تقعدوا أمس في ربق استشهاد اثنين وصباح تشر مصاب في ربق بالليل في كوسي برضو الطيران مسيرات ليه يعني حنقعد كده؟ حنقعد نخطلونا الجيش وجيب المسيرات تضربوه؟ ولا نتحرر نمشي يا موت يا حيا حنتحرر ولا ما حنتحرر حنطلع لي قدام الجيوش كلها تتفكى أمش روسيا أمش روسيا فيك نفسك حرر نفسك حرر نفسك يا برهان حرر نفسك الليلة ربنا نجيانا ما انت ولا جنودك والله الخلق أداء يا هلليلة نجيانا خسما بله كان السعى السودان يكون في وضع تاني احنا حنقعد بأحصابنا كده طول عمرنا حنقعد بس ما يقابلنا كده بس حرق دم ساي حرق دم ساي كده الآن السودان داخل ترتب ودار غرارات ودار أجهزة عدلية ودار أمني ودار 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 ساي بساي السودان لا فيه حاجة ولا فيه شي ولا فيه أي حاجة سنة وثمانية شهور الناس دي قاعد يتعمل في شنة مفروض الآن الشرطة تكون خلاص مفروض الجهاز اللجهزة الأمنية تكون شغالة فول مفروض الناس كلها ترجع البلد بضيع يا برهان المشروع أكبر منك المشروع أكبر منك لو وقحت وقعدت وركعت ما بخلوه ما بخلوه الآن إنت محتاج تتحرك محتاج غرارات محتاج إعلام حالة الطوارئ محتاج التعبع العامة محتاج حظرة جوال في كل السودان محتاج حيات ممنوعة السفر لا داخل لا طالح كل المدن وتبدأ تشتغل لكن فاتحة كأنه ما عندنا حريب والناس تموتوا والضباط يموتوا في الميدان والعساكر يموتوا واستشهدوا كل يوم ليه إنت مواعي بالحاصل إنت معرف الحاصل تعال أرجع ومدرمان تعال أرجع ومشوف هناك أوتي سنات تعال شوف الناس كيف تعال شوف التدوين الحاصل في مدرمان تعال شوف التدوين تعال شوف بعينك حتى المناطق الأمنة تدوين مبالغ أربعين دليل دي نزلت جابة للخرطوم شغالة تدوين لنهان هنا دك كيف يعني حنقعد نتفرج نحرس نحرس شنو تاني ما انت بيقتلوك بيقتلوك ميت ميت أحسن لنا لأب قواتنا نتحرر نمشي لكتام لكن نقعد نحرسهم لما نيقتلونا الآن يا برهان ما في حد اللي تفكر اللي جاء ما في حلل إلا تفكر اللي جاء أي تأخير بتضرنا وبتضر الدولة السودانية وبتضر جيشك دا كلهم بيستشهدوا اثنين ثلاثة بس لأنه يتحجز كل مصيبتهم أنهم مربطين قاعدين ما في فائدة احنا قاعدنا شوفنا حلاص الآن الربنا كان بولينا بيحصل لا بيدك تعمل حاجة ولا بيد غيرك فك اللي جاء وخلي الجيش يتقدم والإحصل إحنا ما خايفين من حاجة ولا في سودان يخايف من حاجة ولا جيشنا خايف من حاجة ولا بنساوم ولا بنبيع ولا بنرقع فك المعركة خلي الجيش يتقدم لا خايفين من عالم ولا خايفين خليوا في الشعب السودان أي حاجة وتوصي أي زول في العالم خلاص دل وقت بعد كده رجع الآن 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 أمضم رجع الضباط رجع جنود الهيئة البلد دارين تضيعات ودهوا وينك تربي القصة ما أنك طلحت وصورتها في ناس ما فهم حاجة في ناس ما عارف للآن ولا المشكلة كلام ما بتشرح ولا بتقال بتفهم أدي أريفهم 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 المخططات الآن اللي يمادي كثير بيطمع وكثير بيوصلوا له بغروهو وبقول لئي تبتبقى وينتا 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 وبتبقى لئي انت برهان هدف لأنك إتالآن يهقول قاعدة هوي ما لأنك برهان عبد الفتاح ودالبرهان لا لا لأنك إتالآن بيقيت لهن عطرة في مشروع مشروع ديت ترفضوا بتلقى ذول غيرك بيأكل معاك وبيشرب معاك دائره بتلقى ذول غيرك بيضحك معاك وبيتونس معاك دائره. عشان كده قبل فوات الأوان وقبل ما الدنيا تشرب باركة والبلد تتدمر قل بسم الله الرحمن الرحيم ورجع الضباط بتاع نهاية العمليات ورجع الجنود ووديونا الصلاحية الحقيقية قلونا من الدولة السودانية من الداخل. ما دائرة شوف ليه مسيارات. هم بيعرفوا وقفوها كيف. وهم بيعرفوا واشتغلوها كيف. لما لقوا الصلاحية بيعرفوا العميدة ووديوين. بيعرفوا العمل بيعرفوا اللون شنو. كل زول عنده ديته. ده ما وقت بتاع الناس تقوع تطبل الصفق وتقول. الصفق عمره ما يجيب لك. الليلة لو كان حصل حاجة وحاط الله كنت تندم إتا اللي بتطبل وشال دلوكا. الليلة لو كان حصل شيء والله كنت تدفح تمام طول عمرا. حتدفح تمام طول عمرك كنت. عشان كده الان ده ما وقت غرارات يا برهان. ده الليلة الحاجة دي مفروض تواعيك وتوريك أنه بلد دي قاعد في حافة هاوية. مفروض تكون عريفة ويعيت الليلة. أقعد راجع نفسك. شوف الحاصل شنو. راجع نفسك وشوف الحاصل شنو. بلد الآن محتاجها لغرارات أكتر من حوجتها ليطبيله صفقه ورقيصه وقروبات عملت وكلام فاضي. بلد دائرة الآن غرارات واضحة وصريحة. اختار المحور الروسي اختار طواري. ولا تتلفت ولا يشيلك شكك الشعبي كله معاك. تركيا معاك. إيران معاك. كل الدول دي. أي دولة تبعدنا من محور الشرح نحن معاك. أي دولة تبعدنا نحن معاك. هامس عملته الصاح وقلته الصاح. وطلحت الحاجة اللي تمسلنا في وزارة الخارجي. وكتبته يسمنا شعب السودان. الشعب السودان الآن دائر روسيا. شعب السودان الآن دائر هيئة العمليات ترجع بكامل الصلاحيات. دائر أفراض يرجعوا. طالما القصة شعب السوداني وغرارنا. دا غرارة شعب السوداني. إحنا مبنعين لديه إسلامي. ودهك ما عندنا علاقة. دا سوداني. إحنا سودانيين. أنا فارقي معاك. أزول الشرد. وخلاني في المحنة. في فرق بين زول شرد. وخلاك. وفي فرق بين زول. لما شافك بتعاني. جاك راجع ودافع عنه. الناس دين لما البلد كانت بأبنى وما سلموها. ومشوا ما حاربوا. ومشوا كل دون شاف طريق. لما نحتاج لهم الوطن. جوا بدون شروط. بدون مغابل. بدون ما يقولوا دائرين وزيره. دائرين سفير. بدون ما يفرضوا. والناس اللي كانوا قاعدين في السلم والآب. مشوا كلهم شاردهم. كيف ما نسخ فيهم؟ أسخ في منهم؟ أسخ في خالد السلي. أسخ في حمدوك. أسخ في حنان ومنخرى. أسخ في الرمم الخنايد. أسخ في مبارك الفاضل. أسخ في عثمان مرغاني. دائرين ما يسخوا فيهم. دائرين أبوغ للمخابرات. كل ذلك يدوروا. لما نجي دورهم بدون أردر ما بيخالفوه ولا بيقولوا الكلام الدائرين نسمعوه. يقول للبرحان ما تبشي روسيا. يخش يطلع مبارك يقول لك أهو أكبر خرط استراتيجي أنه البرحان دابك ومملة. ليه؟ دا دوره هنا دوره. دابط مخابرات من بره. تعليمات بتجيه كده. أسخ ما مرغاني نفس الزول نفس البوك. كان قاعد معا حمدتي قبل يطور ربط. قاعد معا ثلاثة ساعات. ما جاك إلا من البرحان ولا كلا من الجيش ولا كلا من إيه زول. ولا قالوا لون الزول دا قدار أعمل ولا دار يسوي ولا دار أعمل. بالعكس. بيكون دعموا وفكون قال لنا ببقيق وزير إعلام وفكون قطع فيه حاجة. عشان كده ديه للعام هنا اللي بيجيبوا لك يقول لك أهي مفروض البرهان يمشي قابل في المطار. عصمان مرغاني اللي لقال لك شنو بعد الضربة. حلق شنو لا قال لك سلامتا الغايد. لا قال لك الحمد لله أن البلد كانت ماشى تنهار. والله العظيم رجع شوف رد عصمان مرغاني. عشان تعرفه عميل ولا ما عميل. أقرى التعليق حقه. قال شنو. لا قال صلم الله السودان ولا قال صلم الله البرهان ولا قال فينها. قال ليه؟ إذن أمريكا ليه حق ما عنده السودان؟ ما آمين. يعني زي رواية أمريكا ليه حق أنه لما قال التقابله في المطار. شوفوا البناء هذا. ده ده إنسان سوي. المخرف الأخطابوت ده سوي. الزول ده سوي. الزول ده قال الكلام ده اللي. بعد هداك التعليق بتاعه قبل يمسحه. أمشي يقولون. قبل يمسحه هم شاكره تعليق. ده شنو؟ ده لبواقع المستعمل. ده عندهم أوردر. يكونوا معاك ماشين معاك ماشين معاك ماشين معاك. مجرد ما جاءت الحتة الفاصلة بدون الأوردرات بتلقوهم ما معاك. بيسوقوا ناس معاهم. نفسي مبارك الفاضل. ليه ما يمشي يقابله ليه؟ آي ده أوردر أمريكي. برهان ما يسمح كلام دي. ليه باقول لك؟ لأنه برهان قبل اليوم جاب مبارك الفاضل. الجلب يزبط لبنية وجازمة بنية وجاي منحنة وجاي جاي يحكم. حاجة فيها مهدي فاشلة. أي يسم تلقى نهايته مهدي ده ما تشتغل به. ده كيس وفاضي. أي يسم تلقى فيه نهايته مهدي ده كيس وفاضي. ده ولا تتعمل معاك ببيعك بيرشك بغشك بيعمل فيك أي حاجة. فإنت أوردر هان ديل ما تستشير. استشيره مواطمة. أنت زوال عسكري. لما العسكري يستشير له عملة زي ديالي بكيشنو. إنت ما عارف مبارك الفاضل. ما عارف عثمان مرغني. ما عندهن حاجة للوطن ولا عندهن قاموا جارين. لو دارت استشير. استشير الرجال الجوب دافعوا عنك وقاعدين معاك. استشير الناس اللي معاك بيدافعوا عنك وبكاتلوا عشان الوطن ما يزغط. ناس قامت جارية خل الوطن. قامت جارية خل الوطن. وناس جاءت راجعة بتكاتل عشان الوطن. ما يقول لك مبارك المهدي كبير. والله الراجل بيدقنوا في سنار. إليد مبارك المهدي. هذاك شهلت سلاحه واقف في الخصوص الألمانية. كتيرين وهذاك في صلاح المدرعات. الرجال كبار الواحد ما يشئوا بكاتل. ناس مبارك داريننا جاهزة يجو الحسو. ويجو كطبوا أمريكا. ما دارين أمريكا. برهان روسيا. رجع حياة العمليات. الضباط والجنود. وبنعيد عليك الضباط والجنود. رجع الضباط والجنود. ديال السغة. بالنسبة لين السغة؟ اتعالك ديال سغتنا. بنسخ فيهون سغة عميات. لأنه نحن لو لاهم. بلد دي كانت انهارت. البلد دي كانت انهارت. ودي الحقيقة. عشان كده الآن مفروض يرتعوا. وترجع الغوانين. ويرتعوا ويشتغلوا شغولهم. ويديهم حالهم. ويشتغلوا وينظفوا البلد من الوسخ. لأنه البلد مليانة وسخ. مليانة كرور. مليانة خوانة. مليانة رمم. الخيانة بقت اي حاجة. اي ربنا سلمنا وسلمك. لأن السودان لو كان حصل لك حاجة. انحنا مربطين بيك مشكلة. الدولة السودانية الآن بقت مربطة به. يعني تتصرف وكالب تتصرفوا. مربط بي. يعني كونك تلبس لبس هنا وماشي وقدام وانا ماشي أسوي. ده كلام ما مقبول. وده كلام غير مسؤول. من غاية بتاع جيش مفروض يكون عنده بعد النظر. لأنه الدولة السودانية دي كلها مربطة به. في حاجات انت عارفة. عارفة عارفة كويس. يعني مفروض تكون عارف انت بتعمل في شنو. قبل ما تمشي بتكون عارفة ان الدولة السودانية دي مربطة بيك انتها. قبل ما تمشي تعملها قبل ما تاكل السنويس شدها بتكون دقيق جدا فيهم. قبل ما تشرب الموية بتشوفها الجابة لك منهم. ليه؟ لأنك انت بتكون عارفة اكتر مننا بس يوني كامل عارفة تشنو الآن لو حصل لك حاجة. انت عارف. والمشكلة انك انت عارف. أوعى يا برهان ما تضيع السودان. طلع على غراراتك وروسيا ما عندك خيار تاني الله يديكونا العافية. اشتركوا في القناة.